في اللي يشوفنا ويلي تعريف مختصر عن التوحد كيف يعرفه الدكتور ريشار؟ يعني التوحد يعرف أنه اضطراب نمائي يؤثر على قدرات الطفل التواصل الاجتماعي القدرات اللغوية وقد يكون فيه حركات أو مشاكل حسية نماطية تكرارية هذا الوصف البسيط لإضطراب طيف التوحد إضطراب عصبي نمائي معناه أنه من يوم ما خلق هذا الطفل ومن مراحل نمو الطفل الصغير وهو صغير حصل هذا الاضطراب لا يكون مكتسب ولا يكون يحدث فيه عمر متقدمة هو يبدأ من سن الطفولة وهذا الترابات النمائية تؤثر على قدرته على التواصل الاجتماعي والتواصل اللغوي وقد يكون عنده مشاكل في حسية أو حركات نماطية تكرارية دكتور ليس مكتسب يعني ليس طفرة يعني شونه هو كامل هو طفرة جينية في الغالب لكن ليس مكتسب بعبارة أنه يكون يجيل زكام بعدين يجيل توحد أو يجيل مرض أو يصاب ب يعني مثل ورم المخ ولا هذه يعني قد هو اضطراب نمائي الوراثة لها دور في بعض الأحيان؟ نعم لها دور معظم حالات التوحدة عبارة عن طفرات جينية قد تكون غير موجودة في الآئلة طفرات مكتسبة جينية لكن في نسبة قد تكون وراثية تنتقل بإما بجين متنحي أو بجين ساعد زواج الأقارب له علاقة؟ نعم قد يكون له علاقة زواج الأقارب لكن غالبية الحالات ليست لها علاقة بزواج الأقارب معظم الحالات عبارة عن طفرات جينية وفي أكثر من مائتين وستة وثلاثين طفرات جينية معروفة لها علاقة مباشرة كسبب مسبب للتوحد أو مرتبط بالتوحد والضرابات أخرى في أي فترة سنية ممكن يبرز هذا للضرابي دكتور؟ عادت خلال أول سنتين من عمر الطفل يظهر أو يبين وغالباً يكون بعد السنة الأولى بحكم التواصل البصري يكون ضعيف هي العلامة الأولى؟ هي العلامة الأولى ضعف التواصل البصري يعني ما حط عيني بعينك ما أشوفت لو أنت مديني ما أتبع لك؟ لا أركز عليك لا أحط عيني بعينك لا أبدي أي اهتمام فيك أو بالليحولي قد يكون هذا موجود من يفقد خلال أول 18 شهر أو أول سنة 18 شهر هذه هي المؤشر أو السنوات التي تعطيك المؤشرات الأولى لموضوع التواصل نعم فيه علامات نمائية نحكم عليها يعني الرفرفة الحركات النمطية التلقائية ضعف التواصل البصري عدم الاهتمام بالأغراب والأهل هذه كلها يعني مؤشرات قد ممكن يعني حنا نقول ريد فلاكس أو مؤشرات يعني تدعنا نقلق على هذا الطفل يمكن عنده مشاكل نمائية ومتى يستبين الأمر بشكل كلي نستطيع أن نشخص يعني أو نتعرف على الحالات من عمر يعني حالية من عمر سنة لكن التشخيص الحقيقي للتوحد لا يمكن أن يتم قبل عمر سنتين في شيء طارئ يصير متأخر في شيء يعني 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 أحيانا هو مجرد تأخر بسيط ويتحسن مع الوقت فوضع أو تسمية طيف توحد أو تشخيص طيف التوحد آتا ما نعطي هذا التشخيص قبل عمر سنتين وفي ناس يمكن يقولك لا يمكن أن تشخص التوحد تماما إلا أمر أربع وخمس سنوات اشتركوا في القناة